طيب هنروح للكرة الطائرة والدوري المصري وزا ما حضراتكم عارفين لجنة المسابقات بقيادة كابتن عصام أنور في اتحاد الكرة الطائرة الحقيقة رجب القطر وبتجري غير السنين اللي فاتت طب ليه بقى عندنا أولمبياد او الله ازا ما بقولوك كده طب ايه يا كابتن انت يعني بتتحك ليه السنة اللي فاتت واللي قابليها اتحاد الكرة الطائرة استحدث يعني ما بين الدور التمهيدي والدور الفاينال استحدث بطولة كده اسمها الدور الترتيبي حاجة كده كانت غريبة شوية واحنا انتقدناها احنا في الوقت اللي لما بيبقى في حاجة بتتعمل في اتحاد كويسة احنا بنشيد بيا حاجة بننتقد من باب المصلحة وليس من باب حاجة من شيء تاني او حاجة تاني فقولنا يا جماعة الدور ده ملوش لازمة ما خلاص الفرقة تأهيلة تبتدي بلي اوف بتاعك بس هو كان بعض يعني الاقلام قالت وبعض النقاط قالوا انه ده كان ادام الادوات انه يطول الموسى ليه بقى الله اعلم يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع ده بقى عشان فرقة تانية تلاحة تجيب المحترفين والكلام ده كله بس ايه بس يعني ماشي السنة دي بقى مفيش الكلام ده مش هننفع نطول ليه بقى لانه عندنا اولمبياد والمبياد في شهر 7-8 لازم تكون يا باشا وعندك اه وعندك استضافة يعني عندك حدوط اجندة دولية فلازم بسرعة وعندك النهار ده بتوط افريقيا الاندية اللي هتبقى بمصر وعلى صالة الامير عبدالله الفصل يصدف النادي الاهلي رجال وسيدات فالنهار ده الرجال لازم بسرعة فالدور التمهيد الاولاني خلص رخنا على الدور التاني خدنا 3 فرق من اصل 6 والمجموعة التانية 3 فرق من اصل 6 وضمنهم على بعض بقى 6 فرق بس انت مش هتلعب الفرق اللي انت طالع منها معاه هتلعب الفرق الناحى التانية طب مجموعتك مين وهتلعب مين احنا الاهلي جاء على رأس المجموعة التانية معانا سبورتنج بترجيت سموحة ترسانة القناة بس هنلعب مين هنلعب سبورتنج وسموحة والقناة بس ليه دول التلاتة اللي جايين من ناحية التانية الاتنين اللي انت طالع بهم مش هتلعبهم بالدور ده هيبقى المطشط اصعب شوية لانت بتلعب اول تاني تالت في المجموعة التانية مش هتلعب بقى رابع خامس سادس فالمباراة بقى تليفل اصعب شوية او اعلى شوية وبعد ما نخلص الدور ده يا باشا هتخش على طول على البلاي اوف والادوار الاقصائية اتصور على شهر اربعة قبل بكروت افريقيا هيكون الاتحاد المصري والبطولات المحلية شكرا سلام عليكم ليه هيبقى نهاية الموسم هيبقى نهاية الموسم هتبقى عبد الرحمن طبعا عبه تلاتات الفرق الله واجبر عليه في حالة جيدة جدا جدا طيب اتصور على شهر اربعة الحسيني طبعا على شهر اربعة هيبقى كل الدنيا قفلت وقفلنا ورقنا والطيرة شكرا يعني حسام يوسف طبعا صانع العاب الوحد بيحبش احمد صلاح يعني اللعيبة والله انا والصور شغالة لازم وقف يعني اقول اسميهم اللعيبة رجالة اللعيبة اقوماشة تانية لعيبة الطائرة دي بصراح يعني الماسترز دول يعني حاجة يعني ربنا يحفظهم يا رب ويمنع عنهم الاصابات طبعا حضراتكم مش محتاجة افكركم في جهاز فن جديد يعني مع كرة طائرة اسباني شغال مع الفرقة بشكل جيد منذ طبعا شغال بشكل كويس طبعا عبدالله عبسلام دي جميلة كل الصور دي بنطمنكم كده بطريق المباشر على فرقيتنا الحمد لله لا نفيش لعيبة هتعمل الحركات دي وهتبقى عندها مشكلة او اصابة ربنا وفق اللعيبة اول مطش ان شاء الله يوم الجمعة الجاية هيبقى مع القناة في صارة هيقناة السويس هتلعب التلات مطشات او الستة دول بسرعة باكات تخش على بلي اوف حتى الان المتفرق طبعا خلينا نبقى واضحين وصراحين مع بعض ما تحطش في اختبار حقيقي ولكن اختبارات متوسطة تحط فيها نجح فيها وباقتدار ولكن يتبقى الفينالز هي مع نادي زمالك كرة الطائرة واليد موضوع مختلف اهل زمالك ان شاء الله السناء دي بإذن الله يعني التلات بطولات عايزينهم او اربعة لو في سوبر مصري عايزينه وعايزين ان شاء الله الدوري والكاس وعايزين كاس أفروكات الاربعة دول ان شاء الله عشان يبقى بيصلحوا جمهورهم عن الموسمين الماضيين بإذن الله برغم الموسم الماضي ما كانش صفري لما استعرضنا مع حضراتكم الموسم اللي فات كان فيه بطولة عربية وكان فيه سوبر مصري والسوبر مصري كان من نادي زمالك فالسنة اللي فات الموسم اللي فات ما كانش موسم صفري على الإطلاق ولكن احنا المصدرز بالنسبة لنا هو كل البطولات عايزين نشوفه في المركز الأول وده اللي أنا بقول لكم عليه نادي أهلي دايما يلعب على المركز الأول الفريق اللي هنتصدفه بعد كده هتشوفه التحول اللي حصل من ثلاث قاهرة في سنتين يبقى أول قاهرة بدونه على هزيمة اللي ان شاء الله بطولة الكبراء اللي جاي بإذنك رب يعملوا أداء كويس هو ده النادي الأهلي حتى مع قطاعات الناشئين في مشكلة بنشتغل عليه وأقول لكم إيه اللي حصل مع 16 سنة باسكت وهم معي واحدة وحدة